كما جاءت التوقعات تمكن ترامب من الفوز في انتخابات الجمهوريين التمهيدية بولاية نيوهامشير لكنه تحول في خطاب النصر إلى متنمر كما وصفته صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت أن الرئيس السابق اعتمد النهج الانتقامي واستخدم القسوة في كلامه وتعمد إهانة خصومه السابقين وتهديد منافسيه لقد فزنا تقريبا بكل استطلاعات الرأي في الأشهر الثلاثة الماضية ضد المحتال جو بايدن وفي كل استطلاعات الرأي تقريبا لم تفز هيلي إنها لم تفز بالانتخابات صحيفة الغارديان رأت أن ترامب كان من الممكن أن يتصرف بشكل مغاير وأن يهنئ هيلي على أدائها في سباق الترشح لكنه بدلا من ذلك كان منزعجا بشكل واضح من رفض هيلي الانسحاب من السباق وفي كلمته أمام قاعة الاحتفالات المزدحمة وجهت ترامب تحذيرا إلى هيلي وفقط ملاحظة صغيرة لنيكي إنها لن تفوز لن تفوز وفقط ملاحظة صغيرة لنيكي حتى الأشخاص الذين يقفون إلى جانب ترامب لم يسلموا من تنمره كما قالت الغارديان فترامب دعا خصمه السابق فيفيك راماسوامي للتحدث لكن فقط إذا وعد بالقيام بذلك في دقيقة واحدة أو أقل في دقيقة واحدة واحدة فيفيك في دقيقة واحدة وبحسب تحليل الغارديان كان استعراض ترامب المتفاخر بقوته مدفوعا بشعوره بالضعف ربما أمام هيلي التي تؤكد الأرقام أنها حققت أداء جيدا بين المستقلين في الانتخابات التمهيدية أما مناهد ترامب فيقولون إن فوز الرئيس السابق يمثل سما سياسيا للمعتدلين وإنهم لن يصوتوا لرجل يواجه تهما جنائيا